قلية الفقه الحنفي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوة الأحبة أيها الإخوة والأخوات نبدأ بعونه تعالى بكتاب السير السير المغازي العلاقات الدولية هذا كله يبحث في هذا الكتاب علاقات الدولة مع الدول الأخرى كما نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد أمر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات بقوله وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فِيَاتٍ أُخْرَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فالله تعالى يصطفي ويختار من عباده من يشاء لتطويع الخلق للخالق نعم هذا هو مقصود بعثة الأنبياء وهذا هو مقصود جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذه الأمة خير أمة لأنها تسعى لإقامة دين الله سبحانه وتعالى وما شرع القتال بالسيف إلا لإزالة العقبات من أمام طريق دعوة الحق مقصود الجهاد ما هو إعلاء كلمة الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما سواه فليس في سبيل الله إذن مقصود القتال وإعداد الجيوش وإرسال السرايا وبعث البعوث هو نشر الدعوة حفاظ على الدعوة داخل الدولة الإسلامية وتصدير ونشر هذه الدعوة خارج الدعوة الإسلامي خارج الدولة الإسلامية هل هذا حق أو باطل؟ نشر الدعوة ما هي نتيجة هذه الدعوة؟ من قبل الإسلام عاش بسلام وأمان في الدنيا وفي القبر ويوم الحشر وعلى الصراط وإلى أبد الآبات فنحن بجهادنا نسعى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلى عز الدنيا وكرامة الآخرة فجهاد المسلمين رحمة جهاد هذه الأمة رحمة وكل من أراد أن يقف في وجه وطريق هذه الرحمة فيجب إزالته واستئصاله من باب التضحية بالجزء لسلامة الكل وهذا عين الحكمة ولا ينازع في ذلك أحد واضح أيها الإخوة والأخوات فرسالة هذه الأمة رسالة رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سورة التوبة التي تسمى سورة السيف والفاضحة هذه السورة التي لا يبدأ فيها بالبسملة بل ابتدأ فيها ببراءة وتسمى سورة براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الشركين هكذا تفتتح فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله تبدأ بالبراءة بماذا ختمت وفيها آيات تتكلم يعني آيات قوية جدا آيات في القتال آيات في البراءة آيات في نبذ العهد بماذا ختمت هذه السورة لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ حتى جهاد هذه الأمة رحمة سيدنا علي رضي الله عنه حينما بعثه الله تعالى لخيبر يهود خيبر لقتالهم وناس اجتمعت فيهم شر الخصال الخيانة الغدر المكر التربص بالمؤمنين السعي لقتل النبي عليه الصلاة والسلام وقتل أصحابه وتأليب العرب على المسلمين بالإضافة إلى سوء دينهم سوء وصفهم لربهم وسوء وصفهم لأنبيائهم عليه الصلاة والسلام فهم فاسدون يحرفون الكلمة عن مواضعه يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا صدوا عن سبيله يستحلون ما حرم الله وهكذا كله بناء على أهوائهم ومع ذلك حينما بعث علي رضي الله عنه سأله سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجه قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا حتى الصحابة كان مغروسا في قلوبهم أن قتالنا للناس إنما هو ليصيروا مثلنا لهدايتهم جهاد هذه الأمة للهداية وليس للجباية للهداية ابتداء إن لم يقبلوا الهداية فتأخذ منهم الجزية والجزية ليست مقصودة لذاتها كما سيأتي معنا المقصود منها أن يعيشوا بين ظهراني المسلمين يروا كيف يتخلق المسلمون كيف يتعاملون كيف يحسنون كيف وكيف فيكون إقامتهم بين ظهرانينا سببا في هدايتهم كما هو معروف أن أكثر الدول التي نزل فيها المسلمون تغير دينهم إلى الإسلام ليس كسائر المستعمرات الآن جاءت بريطانيا واستعمرت بلادنا فرنسا استعمرت بلاد إيطاليا بلجيكا استعمرت بعض الدول استعمرت مئتي سنة طيب ذهب الاستعمار رجع الناس إلى الإسلام لم يخرج الإسلام من هذه البلاد مع أنهم سعوا جاهدين بنشر ثقافتهم ونشر مناهجه ونشر فسادهم ومع ذلك لماذا؟ لأنه مناهج فاسدة مبنية على الظلم والجور والاستئثار استئثار الغني بالمال والفقير يعني يبقى فقيرا مهضوم الحق لا كلمة له لا صوت له يسمع أما الإسلام فليس كذلك الإسلام يفتح قلوب العباد بالإحسان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصط إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون عدو بيننا وبينه حرب حرب دائرة أي دعم له بأي وسيلة حرام ولو بشراء منتجاته إن لم يكن منها بد وضرورة ولم يوجد لها بديل ولا غنى بنا عنها فعندها لا يجوز استعماله إن كان هناك ضرورة فكحكم الميتة نعم أما أن ندعمه أن نواليه أن نسهل أموره نعم كان بإمكان نعم المقاطعة ومع ذلك لم نقاطع فهذا لا يجوز بحال من الأحوال عدو حربي يريد أن يستأصل الإسلام والمسلمين كيف ندعمه هذا تضيق عليه المعيشة كما سيأتي معنا كما سيأتي معنا فعل أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى يفعل هذا يجري يفتح عليهم المياه ينصب عليهم المنجنيق يعني قصف يحرق عليهم الأشجار لماذا؟ ليس على الشعوب ليس المقصود الشعوب المقصود الحكومة الظالمة الجائرة المستأثرة بخيرات البلاد والعباد وتريد أن تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى هذه الحكومة التي عرضت عليها دعوة الإسلام فرفضتها طيب دعونا ندخل هذه الدعوة إلى الشعوب لعلهم يقبلونها لعلهم ينجون من خزي الدن أعذاب الآخرة لا نقبل بإدخالها لا نسمح بها يريدون أن يشوه هذه الدعوة فعندها عندها نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقاتلهم كجيوش إسلامية هذا معنى الدعوة الإسلامية فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه إلى خيبر قال علي رضي الله عنه أقاتلهم يا رسول الله حتى يكونوا مثنا قال صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أخبرهم عن الإسلام وما هي الواجبات التي عليهم نعم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم أنفس أموال العرب الإبل الحمراء أنفس أموال العرب يعني ما الذي ستأتي به من غنائم أو جزية كل ما ستأتي به لن يعادل إسلام رجل واحد منهم إذن إحنا أمة جبايا أم أمة هدايا مقصود جهادنا وقتالنا ونفرنا هو جباية أموال الناس وقتلهم وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم أم هدايتهم للتي هي أقوى إذن نضحي بدمائنا بأموالنا وننزل إلى ميدان الجهاد والمقصود هداية الناس أي جهاد أشرف من هذا الجهاد شوه وَلَا نُقَاتِلْ حَتَّى نَدْعُوْ لَعَلَّهُمْ يُسْلِمُونَ فَنُكْفَى الْمُؤْمْنَةَ لأن المقصود ليس سفك الدماء كذلك لما بعث معاذا رضي الله عنه قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم ثم أعطاوا قالوا إياك وكرائم أموالهم فارض الله عليهم صدقة تأخذ من أغنيان فترد إلى فقرائهم الشاهد من هذا أن جهاد هذه الأمة رحمة وهذه الأمة مبعوثة من قبل الله تعالى ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الأعرابي وبال في المسجد فقاموا عليه ليقعوا فيه فقال دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بعثتم تشريف بعثتم ومن المعلوم أن قوة المبعوث من قوة الباعث من الذي بعثنا؟ الله ابتعثنا ألم يقل ربعي بن عامر رضي الله عنه ويعلن بهذا الشعار وبهذه الدعوة أمام رستم ملك الفرس فقال نحن قوم الله ابتعثنا نحن مبعوثون نحن أمة مبعوثة لنخرج موضوع البعثة لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه إذن بعثنا الله ابتعثنا فأرسلنا بدينه إذن نحن مبعوثون نحن أمة مبعوثة نحن أمة مرسلة الرجال والنساء العرب والعجم الأبيض والأسود والأحمر كلنا أمة مبعوثة ومرسلة من قبل الرب سبحانه وتعالى واضح إخواني وأخواتي كلاكما تفضل هنا بارك الله فيكم نعم فهذه أمة إخواني وأخواتي مبعوثة هل يليق بالمبعوث المبعوث السفير أن يغلق السفارة ويذهب يتشاغل بأي عمل عن هذا العمل الذي فيه تشريفه فيه كرامته فيه عزه فيه سيادته ها؟ ما رأيكم؟ هل يليق؟ هنا أخي هنا بارك هنا هنا صليت على الحبيب اللهم صلي على سيدنا والله أنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين لا فقط هذه الحالات التي تم فيها التطهير عرقي قهر وقتل يعني مجازر قتل جماعي ومجازر لإنهاء الإسلام في إسبانيا الأندلس هذه الحالة الوحيدة التي حصل فيها ماذا؟ اجتثاث الإسلام لأنه يعني أرادوا ألا يبقى إسلام وما سواها وما سواها ليس هو الموضوع وما سواها يعني لسنا في درس تاريخ لكن المهم أن نعرف أن الإسلام يسعى لنشر الإسلام الجهاد الإسلامي مقصود أن تنتشر ثقافة الإسلام توحيد الإسلام أخلاق الإسلام أعمال المسلمين وهذا الدين دين الفطرة فيقبله الناس لأن جميع الناس جميع الناس بلا استثناء الشعوب تعيش في ظلم كل القوانين التي توضع وإن روج الحقوقيون بأنها موافقة لحقوق الإنسان هي موافقة لحقوق الإنسان الذي وضع هذه القوانين لا سائر الناس فقوانين توضع من ناس أصحاب أهواء أصحاب مآرب أصحاب مشارب يسنون قوانين تطبق على غيرهم بما يحقق مصالحهم ولا تطبق على أنفسهم نعم ومن عاش في بلاد غير المسلمين ممن يدعي الحضارة والعدل والإنصاف عرف حقيقة ما أقول أنه لا عدل إلا في الإسلام لا سلام إلا بالإسلام ولا أمان إلا بالإيمان نعم ولا خلاص إلا بالإخلاص هذا خلاصة ما نريد أن نبينه أن جهاد هذه الأمة جهاد رحمة جهاد هداية موضوعه هداية الناس موضوعه إخراج الناس من الظلمات إلى النور موضوعه كيف نقي البشرية من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم ومن مكر الشيطان الرجيم ومن مكر شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هذا هو مقصود جهادنا نحن المسلمين أي مقصود آخر فهو تبع الامتداد جلب الخيرات هذه كلها تابعة نحن أم مبعوثة مبعوثة كبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأنبياء بعثوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين مقصود بعثتهم ما هو مقصود بعثتهم أن يخرجوا البشرية أن ينقذوا البشرية نعم طيب نبدأ بالقراءة لو سمحت هنا بارا كتاب السير قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين أمين وهي جمع سيرة وهي الطريقة خيرا كانت أو شرا نعم لماذا نقدم هذه المقدمات لأن بعض الناس يغفل يغفل عن هذه الحقيقة وهذا المقصد للجهاد فيظن أن مقصودنا هو ماذا؟ هو القتل هو الجباية فماذا يؤدي بهذا الفهم؟ أولا تشويه صورة الإسلام تشويه صورة الإسلام نعم بالمقابل بالمقابل يأتي إنسان يريد أن يحسن صورة الإسلام أمام الغرب هي حسنة بنفسها فماذا يقول؟ يلغي جانب جهاد الابتداء يقول لا يوجد عندنا جهاد ابتداء لا نحن لا نبتدئ نحن إنما ندافع عن أنفسنا ويستدل ببعض الآيات التي هي آيات نزلت في مراحل معينة في حالات معينة قاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فقل لك ها أرأيتم؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحم طب أكمل الآية هو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك في الأرض ويكون الدين كله لله في سورة البقرة ويكون الدين لله في سورة الأنفال ويكون الدين كله لله أن يكون الدين أن يكون الطاعة في الأرض كلها لله سبحانه وتعالى سواء مسلما أن يكون مسلما بإسلامه أو ذميا يخضع لتعليم الإسلام وقوانين الإسلام الآن الدول الكبرى أليست تريد أن تفرض ثقافتها الفاسدة على العالم وتلزم بكل ما يحدثونه ومن لا يخضع لقوانينهم وتعليماتهم أي نعم التي يسمون حقوق الإنسان حقوق المرأة وحقوق الطفل وكلما يعني جاء إنسان فاسد الهوى فاسد المشرب يريد وهو متسلط وله قوة يريد أن ينتشر ما يحمله من هوى فرض على الدول أن الدول الصغيرة خاضعة بسبب ديون وبسبب ضعف وبسبب يعني مرجعيات معينة وأسباب معينة فيريد أن يخضعهم لقوانين ما هدفكم من هذه القوانين؟ يعني أنتم يا غرب ما يضركم المرأة المسلمة يعني أخذت حقوقها أو لم تأخذوا حقوقها؟ ماذا يضركم؟ أو الأطفال المسلمون؟ يعني ما علاقتكم بأبناء المسلمين؟ هل تحبونهم؟ هل أنتم حريصون عليهم؟ طبعا الواقع يكذب كل الجمعيات الحقوقية التي تزعم أنها تريد سلامة المرأة المسلمة وأخذها لحقوقها والطفد المسلم أهل غزة أليس أطفالا؟ نساء غزة ألسنا نساء أليس لهم حقوق؟ المرأة المسلمة النساء اللي في العالم في الصين في الروهينجا في سوريا في العراق في اليمن ليسوا أطفالا ليسوا نساء ليسوا بشرا؟ هناك أهواء وأغراض لكن على فرض التسليم أنهم صادقون في دعواهم ماذا يهمك؟ المرأة المسلمة أخذت حقها أو لم تأخذ حقها؟ لا لا بد من أخذها حقها أنت بأي صفة تتكلم؟ قال أنا دولة عظمة دولة عظمة يعني أنا مسؤول عن العالم لا بد أن يعني أنا من مسؤوليتي كيف رب الأسرة؟ أنا عبارة عن رب لهذه هكذا يزعمون يعني لسان حالهم يقولون أنا ربكم الأعلى قانوني هو الذي سينفذ وأي دولة تريد أن تخرج عن قانوني سأعمل عليها مقاطعة ها؟ سأعمل أمم متحدة هذه الأمم متحدة سيف بيدي أسن قوانين أخضع لها الدول حتى لا ينسى بالقول إلي لا أنا أقول هناك أمم متحدة هذا قول إجماع يعني إجماع الدول ليس قولي أنا شخصيا لكن في الحقيقة من الذي ينفذ من كلمته مئة وأربعون دولة رفعت يدها لوقف لوقف الحرب على المسلمين في غزة وقف إطلاق النار واحد شخص واحد هكذا رفع يده أعترض خلاص لم ينفذ الحكم إذن من الحاكم الفعلي؟ من وضع هذه ما تسمى بالأم المتحدة أليس كذلك؟ لكن في النهاية هم يزعمون أنهم دولة كبرى لابد ونحن أعرف بالصواب بما يصلح العباد فنريد أن نخلص الناس رجالا ونساءا وأطفالا من كل قيد يضيق عليهم عيشهم فمن هنا جاء إيش؟ هذه القوانين وهذه المعاهدات وهذه الاتفاقيات لماذا؟ ليحققوا ما يريدون الآن الإسلام أليس من حقه أن يكون دولة عظمى؟ وكذلك كان كذلك كان فلما كان الإسلام دولة عظمى كان يريد أن ينشر دين التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي هو حق حق للإنسان يعني الآن الإنسان له حق أن يأكل ويشرب ويختار طب أليس له حق أن ينجو من عذاب القبر؟ أليس له حق أن ينجو من خمسين ألف سنة تحت الشمس؟ ويكون في ظل عرش الرحمن؟ أليس له حق أن يجوز الصراط كالبرق الخاطف أو كالريح المرسلة؟ أليس له حق أن يدخل الجنة إلى أبد الأباد فيعيش فيها يأكل يشرب لا نوم لا موت لا ألم لا مرض لا آفة لا هم لا غم لا نكد لا ضيق لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيمة إلا قيلا سلام سلامة أليس هذا من حق الإنسان؟ حق من حقي أو ليس من حقي؟ طب من يوصله؟ دعوة الإسلام دعوة الإسلام ليست قاصرة على حقوق الإنسان في الدنيا لا من حقه أن يعيش سليما في قبره وكل المراحل هذه وما هو السبيل؟ أن يوحد الله وأن يعمل بالصالحات وأن يجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى فمن هنا كانت دعوة الإسلام دعوة رحمة وكل ما سنقرأه الآن هو هذا غايته لا يأتي إنسان يقول لك إذن هذا يثبت أن الإسلام بالصيف ما المشكلة؟ السيف وسيلة لتكسير العقبات التي تريد أن تقف في طريق دعوة الإسلام كما لو كنا نحفر في أرض تربتها حمراء نريد أن نرفع بنيانا فوقفت في طريقنا صخرة تريد أن تمنعنا من مجاوزة السير فماذا نفعل؟ ترجع الجرافة يأتي البلدوزر يكسر هذه الصخرة ثم بعد ذلك تواصل الجرافة مسيرها في شق الطريق للبناء الذي سينعم به الناس وينتفع به الناس هذا البلدوزر هو الذي يمثل الجهاد الإسلامي نحن نمشي في الدعوة كما كان سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام يمشون في الدعوة لكن دعوات أكثر الأنبياء لم تكن محمية نوع عليه السلام يدعى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما هل كان معه جيش؟ هل كان مأذونا له بالقتال؟ لم يكن مأذونا له النبي إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام وعامة هود وصالح وشعيب لم يكن معهم إذن بالقتال ولا بالدفاع عن أنفسهم وفي النهاية كانت يأتي العذاب العام لإهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين مع نبيهم عليه الصلاة والسلام هذه الأمة لا هذه الأمة نعم مضت ثلاث عشرة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بلا حماية لكنه بقي يبحث عن الحماية من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة يبحث يبحث حتى قيض الله تعالى له في إحدى جولاته ستة من الأنصار أسلموا ثم رجعوا دعوا إلى الله وهذه وظيفة كل واحد منا ذكرا كان منثى أن يكون داعين إلى الله حيث ما نزل وحيث ما حل وحيث ما أقام هذه وظيفتنا قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هل نحن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام نعم نحن من أتباعه فلذلك لا بد أن ندعو إلى مثل ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام رجع هؤلاء ثم جاءوا في السنة التالية نعم جاءوا إثنى عشر نقيبا ثم بعد ذلك جاءوا السنة التالية سبعون رجلا وامرأتان فبايعوه أن يمنعوه إن هو هاجر إليهم ثم هاجر إليهم قبل أن يهاجر بعث معهم مصعب بن عمير أول سفي الإسلام فكان يدعو إلى الله غير المسلمين ويعلم المسلمين حتى ما بقي بيت من بيوت الأنصار إلا ودخله الإسلام نعم كليت الفقه الحنفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر